واذكر أيها النبي حين رفع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قواعد وأسس الكعبة المكرمة وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء وهم يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والمعنى المقصود ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعائنا إنك أنت وحدك السميع لدعائنا والعليم بأحوالنا ونياتنا وعرف إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربهما حق المعرفة فانقصر وخضع وتذلل لله وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ومن لم يعرف ربه حق المعرفة تسلل العجب والكبر والتعادي إلى نفسه وإن كان قارئا للقرآن أو منفقا للمال أو آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فلا سبيل لكبول الأعمال الصالحة إلا بإخلاص النية وتساوي الظاهر مع الباطن قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه وكم من عمل عظيم كان فيه رياء وسمعة فلم يقبل وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أعمالهم ظاهريا جليلة قارئ للقرآن ومنفق للمال ومجاهد فأما القارئ فقرأ ليقال قارئ وأما المنفق فأنفق ليقال جواد كريم وأما المجاهد فقتل ليقال شجاع وقد قيل في الدنيا فليس له في الآخرة من ثواب فإياك وأنت اختر بعملك مهما كان عظيما فقد لا يتقبل منك قال ابن عثيمين رحمه الله تأمل معي أمر مخصوص لعبد مخصوص بعمل مخصوص في مكان مخصوص ورغم ذلك يسأل الله القبول فلنجعلها من أثقارنا اليومية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولماذا كانت الآية الكريمة إنك أنت السميع العليم ولم تكن إنك السميع العليم لأن دخول ضمير الفصل أنت يفيد الحصر والاختصاص جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة ните أن تقبل تلك المبتienda que تحب خيرا adata اشتركوا في القناة شكرا